المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة وشكرا لكم سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بالوجه تحليدا لتبيض البشرة وتخلص من البقعة الدكينات تخلص من النمش والكلف والإدخاس والحبوب بواسطة هذا الكريم وهذا الكريم نيفيا العلبة الزرقاء المعروف بمزاياه التي لا تعد ولا تحسن نهائيا فقالوا ما تعرفوا على مكونات هذه الغوصية طريقة تحضيرها استخدامها استعمالها والتفاصيل كاملة فنريد أن نكذر هذه القناة سواء نساء رجال مرحبا نكونوا مرحبا بالجميع لكن اول مرة تكتشفوا هذا لشان فما تنسوش الضغط على زل الاشتراك أيضا تفعلوا زل الجرس تخليوا بنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات الأسئلة ديلكم وكل ما يتعلق بكم فأنا أريد أن نرحب بها أكيد على رأس والعين خليهوا ليعرف لكم مونتغ وأي وصفة طبيعية ولا أي وصفة بأي كريم سواء كريم نيفيا ولا أي كريم آخر بغيتوا تشاركوها معنا بغيثونا حتى نستفدو منها فخليوها لنا في التعليقات بكل تفاصيل ديالها يعني النوعية ديال الكريم السعر دياله أيضا كيفاش كتعملوني كيفية المكملات اللي كتخلطوا معاهم إن شاء الله أنا بالشخصي أنا بدوري نجرب لغوست وأكيد أكيد إلا عجبتني وططني نسائج مزينة فكل مزاكدين أنني غادي نجي نشاركها ونجي بغتجها معكم بشكل تعمل فائدة لجميع باش ما نطولش عليكم كتا غادي مش باش نتعرفو أعلى الوصفة دياليوما طريقة تحضيرها استخدامها الطرق ديال السعمال ديالها وكل ها التفاصيل فأول حاجة غادي نحتاجوا في هاد الوصفة هو كريم نيفيا صوفت أو لا عفوا كريم نيفيا العلبة الزرقة مش كريم نيفيا صوفت حيث كيني الأنواع كثيرة متنوعة ديال هاد نيفيا هادي كين كريم نيفيا صوفت كيكون في علبة بيضاء وكيكون مختص يعني شخصيا كيجين مختص البشرة اللي كتكون يعني ميلة ما بين دهنية وجافة مشي الجافة لأقصد درجة وإنما جافة في المتوسطة ديالها أما هادا كيصلح البشرة الجافة يعني شديدة الجفاف فكيرت بها من يعني الأعماق خصوصا في الفترة ديال الشتاء فغادي نحتاجوا هاد الكريم هادا ليهو كريم نيفيا العلبة الزرقاء فمفيد للشعر مفيد أيضا حتى البشرة الواجه ليدين والقدمين أيضا بالنسبة المكونات اللي غدي نحتاجه من غير هاد الكريم نيفيا فغدي نحتاجه الأول مكوين أو تاني مكوين له وزيت الغليسيرين هاززيت هادا نس اللي هادا كوني فين ممكن للقىوه واش غدي يلقاه في المحلة تجارية او ممكن لقاءه عند الناس مخصوصين في بيع الزويت الطبيعية و هتلقاه عند المحلة تجارية سواء الكبرى او الصغرى منها فبالنسبة الميزة التجميلية دياله فهو تستعمل في العناية تجميلية لكل منشار المشار الجافة العنق اليدين واليجلين والاضافر ايضاً هنحتاجوا منه واحد الملعقة القوام دياله رعاقد كما كتلاحظوه زوين بزا يعني رائع هاد الكريم هادا غادي نحتاجو زيت ديال الحامض زيت الحامض كنت عارف الفوائد دياله الكتير و هم تعدة عنده عدة فوائد و عدة مزايا اللي لا تعد ولا تحصى بخصوص فوائد زيت الحامض فانا حاولت نبيل اللي يكم هنا بوضوح حاولوا تعمله ببوز وتقروا هاد الفوائد هادو بش هكذا تستفدو فهدو هما المكونات اللي غادي نحتاجو غادي نحتاجو كريم نيفيا العلبة الزرقاء غادي نحتاجو زيت الجليسيرين و زيت الحامض هادو الوصفة كتصلاح البشرة الوجه الداكي نفزة يعني الناس اللي عندهم الوجه ديالهم غامق الاقصد درجة فغا تفتحوا ليكم يعني سبع درجة الى ما فوق ايضا ممكن تعملوها اليدين اللي عندكم فيهم سميرار عندكم فيهم بعض اليدخاص بعض الحبوب غادي تحتاجوها ايضا حتى القدمين ديالكم إلا بغايتوا تستخدموها و كان فيهم اسميرا و غير كمية قليلة حاولوا تعملوها ولا تدهنوها على البلاصة بالكامل ديالها و غادي تعطيكم نتائج ما تحتاجوش تكتروا منو يعني كمية كبيرة بزافة فهذا بغادي ندوز لطريقة ديال تحضر ديال لهذا المصفة و الطريقة ديال استخدام دياله وتستعمال دياله أكيد فبسم الله غادي نحتاجو واحد لإناء فارغ بهذا الشكل و غادي نحتاجو كريم نيفيا أكيد مكون رئيسي ديالنا فهذا الغوصد نحاول 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 نعاول هذا البلاصيك دياله الأولى و الثانية و قد ناخد واحد الملعقة بها الشكل هذا كما كتلاحظو ملعقة من الفازلين عفوا ملعقة من كريم نيفيا العلباء الزرقاء ممكن تاخذو حتى كتر يعني لكم حرية الإختية كمية كاملة العلبة الكريم نيفيا ووضع المكونات كما تلاحظون الزيت القوام عاقد بزيار نحاول نخلط الكريم كمية من زيت الحمض كمية من زيت الحمض كمية من زيت الحمض زيت الحمض زيت الحمض يوجد رائحة منعشة يمكن ان تحاول قوام عاقد بزيار كمية من زيت الحمض كما تستخدم قبل 1.5 ساعة كما تلاحظون الوصفة يصبح قوام عاقد بزيار وكتصبح سائلة غير هو كمية كبيرة وكما تستخدم كمية كبيرة ذيت الزيت الحمض حاولوا تعمل كمية كبيرة حتى كرام نيفيا العلبة الزرقاء كما تجريح الوصفة أكثر من اللوزم ممكن أكيد مني تسكملوا الخلط هذه الوصفة تحتفظوا بها في علبة محكمة الإغلاق وتبقوا كل اللي لقبل النوم يعني بساعة ولا بنصف ساعة تبقوا هاد الوصفة لبشرات الوجهة ديلكم اليدين ديلكم ورجلات ديلكم وتخليهم حتى كنشوفوا المدة ديال 15 دقيقة ومن بعد تعملوا لهم طق إشرات وتنأسوا حتى الصباح عاد من بعد تزولوا طق إشرات وغتلقوا انه الجسم ديلكم تص هاد الكريم هادا سواء لبشرات الوجهة او اليدين او رجلين غير هو حاولو تماسي وحتى ما تبقاش يعني كيبال يكون هاد الكريم ديال نيفيا للعلبة الزرقة فهديت طريقات ديال تحضير هاد الوصفة وطريقات ديال تطبيق ديالها ايضا قبل ما نختم معكم الفيديو غنعطيكم بعض الفوائد واستخدامات كريم نيفيا للعلبة الزرقة للبشرة فهو كيحافظ على البشرة من الإصابة بالجفاف اكيد حيث يعمل على ترطيب الجلد بشكل مكتف مناسب لترطيب الجسم واليدين والقدمين يعمل على علاج تهيج البشرة من خلال مادة البانتيونول التي تقل البشرة من الإحمرار مختبر طبيا ومن اهم مزايا انه لا يحتوي على مواد تدر الجلد على المدى البعيد ورائع لترطيب البشرة شديدة جفاف بالاخص في فصل الشتاء بفتل قوامه الكتيف ويمتد تأثيره في الحفاظ على رتوبة البشرة على مدار اليوم واخر شيء واهم شيء هو متوفر وسعر دياله في متناول اليد وفي متناول جميع ونظرا لاختلاف الأحجام دياله كيبقى اكيد الاختلاف ديال تمان دياله ايضا فحتل هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو نتمنى يا رب ان نجاوبتكم على جميع الأسئلة التي تقدروا سولوه ونجاوبتكم في كومنتهي لكي نسؤال اخر فمعليكم اللي تخليوا ليفتعليقات وان شاء الله نجاوب الجميع اي اقتراح استفسار فخليوا ليفتعليق وما تنسون الناس قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو بيج لايك اشترك في القناة تفعيل زي الجرس وعادي معكم جدد فيديو قادم ان شاء الله